الصوت. الصوت عند الناس عامل ازاي يا جماعة? نعم. تسمعني? ايوة سمعك يا حبيبي تفضل. ماشي. طب يا جماعة نبدأ نكمل بقى تاني في البقى المايكات. يبقى موضوع الصوت ده انا رجعت ليه? لان الناس فيه كتير او بيقولي احنا مستمعين مستمعين مستمعين. طب انا يا جماعة انا جماعة هبدأ آآ هبدأ تاني من الاول يا جماعة. هبدأ تاني من الاول. هعيد تاني من الاول للدنيا تاني من الاول. عشان الناس اللي مكادش موجودة معي. طيب. آآ نرجع تاني وقول ان الصينس جماعة هي المادة الاساسية بتاعتنا كلنا زي ما اتفقنا. وقلنا الصينس دي انا اقدر اعمل بيها. كل كل المواد اللي عندي قلنا مرتبطة بيها. فلازم انا اهتم جدا بالصينس ده وحبه. لانه هو هيفتح لي مجالات كتير جدا. مجالات عظيمة جدا زي ما قلنا اقدر اعرف تركيب جسمي. اقدر اعرف كل حاجة التلفجن او الموبايل اللي سيادتك بتستخدمه دلوقتي. ازاي شغال كل ده يا جماعة مبنى على الصينس. اول حاجة عايزين نغضع في الصينس زي ما قلنا من شوية. انا بعيد تاني وقت عشان الناس اللي معانا. اللي هي عملية القياس. القياس يعني ايه قياس؟ يعني اقيس كل حاجة عندي. مفيش حاجة اسمها من غير قياس. زي ما قلنا سيادتك لو رايح تشيري اي حاجة من البقال. الراجل مش بيديك الحاجة كده بيلك. لا. الراجل بيديهلك بقياس معين. ايا عمو انا عايز كيلو مثلا جبنة او كيلو طماطب او كيلو اورنج برتقال. فالراجل بيديك قياس معين. مفيش حاجة اسمها بالبركة. كذلك الحرارة. كل حاجة تقريبا في حياتنا يا جماعة لازم تقاس بمقادير معينة ومقادير ثابتة. فعشان كده محتاج لها ادوات. وقلنا التولز ديت. الادوات ديت. انا محتاجها علشان اقدر ايس بيها كل الاشياء اللي عندي. طيب. زي ما قلتم شوية بقى قبل ما نخش في ادوات القياس. عندنا شوية مفاهيم اساسية. اول حاجة موضوع كلمة مطر دي. مطر دي قلنا يعني مادة. ايه بقى المادة؟ زي ما قلت لك من شوية. انا مش محتاج تعرف المعنى الضقيق بتاع كلمة مطر. يعني ايه? مفاهيمها العويقة لا. بس عايزك تعرف ان كل حاجة في الكون كل ما في الكون كله يعتبر مطر. كل ما في الكون. من اول اكبر حاجة الجبال والضخمة جدا لحد حباية الرمل او لحد الهوى. ليه بقى بيقولوا عني مادة؟ العلمات اتفقهم ان اي شيء يطلق عليه مادة اذا كان له حاجتين اساسيتين. لو بصيت معايا كده جماعة في الصفحة دي. طبعا انت عندك الصفحة دي تقريبا صفحة 11 عندك في الكتاب. اه 11 في الكتاب. هتفتحها في الكتاب معايا وتبص معايا لو سمعت. العلمات اتفقهم على حاجة. ان كلمة مطر دي. اي حاجة عشان اقول عليها مطر. لازم يتوفر فيها شرطين مهمين جدا. ان يكون لها ماس ويكون لها فوليوم. كمان مرة. يبقى انا عايزك تفهم مفهوم المطر من حيث ايه؟ اي حاجة في الدنيا لها ماس. اي حاجة في الدنيا لها فوليوم. هقدر اساميها مطر. يبقى العلماء اتفقهم ان كلمة مطر. يعني كلمة مادة. تطلق فقط على اي شيء له يتوفر فيه الشرطين دول. الماس والفوليوم. طيب واحدة واحدة يصير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو قلت مثلا عندك الدسك الموبايل اللي انت ماسكه حاليا دلوقتي بتشتغل فيه. هسميه مطر ولا مش هسميه مطر؟ لا يقصر هسميه مطر. لماذا؟ لانه عنده حاجتين. حاجة اسمها ماس وحاجة اسمها فوليوم. طيب الاول ايه ماس دي؟ الماس يا جماعة بمعناه انه هو له هنسميها يعني احنا هنعرفها بس كده كأنه له تقل له وزن. الحاجة اللي لها وزن او لها ثقل دي بسميها ماس. طبعا هي مش وزنة بالظبط ان الماس غير الوزن ولكن انا بقولك تقريبا يعني كده. فاصبع عندك الموبايل ده مدام انت بتشيله كده وله ثقل على ايدك له وزنة على ايدك حسه على ايدك يبقى هو له ماس. تمام؟ ايه الفوليوم ده؟ الفوليوم ده جماعة لو بسموه الحجم. ويقصد بيها ان الموبايل ده لما تجي تحطه هياخد حتة من حيز الديسك اللي انت حطه فيه. يعني ما اقدرش احط الموبايل وما اقدرش احطه في ايه كوباية شاي وحطه في ايه مش عارف ازازة ميا ماينفعش. لان الموبايل واخد مساحة واحدة فالمساحة دي بسميها الفوليوم. انت مثلا في البيت بتاعك او فيش قوضة بتاعتك عندك سرير عندك دولاب ماينفعش مكان الدولاب والدولاب محطوط احط كبان في نفس المكان سرير ماينفعش. لان الدولاب ده اخد المساحة دي. فالمساحة اللي الدولاب ده واخدها دي بسميها فوليوم. هنخش تفاصيل فوليوم قدام شوية بس اعايز افهم دلوقتي حاجة ان كلمة مطر كلمة مادة تطلق على اي حاجة عندها الحاجتين دول. الماس والفوليوم. طب تعال معايا شوية انا هشرح لك حاجة خلي بالك بها معايا. تعال معايا هنا رو سمحت كده شوية. اه انت بتقول يا سير دلوقتي ان كل حاجة في الدنيا مطر. صح. طب هل 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 الهواء 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 ده مطر اقول لك اهيواء. تقول لي بس انا هقول لك بقى حاجة سير. الار ده اولا مالوش وزن. حلو. مدام مالوش وزن مش هادرة سميمة اقول لك لا. تعال بقى افهم افهمك ازاي الار ده عنده وزن. عدرتك لو جدت مصطرة وربطها من المنتصف كده زي ما انت شايف معايا كده وحطيت بلونتين فضين والمصطرة متزنة زي الفول. هعمل ايه يا سير؟ هاجي في نفس البلونتين دولت وانفخ واحدة هانفخ ديه. لما انفخ ديه هلاقي المصطرة اللي كانت متزنة ميلت شوية نحية البلونتين اللي فيها هوا. ده يدل على ايه؟ ان الهوا يا سير لاتمالة البلونة دي لاتمالة بيه معناه انه زود الماز بتاعت البلونة معنى كده ان الار الهوى له مادة. انا بقول لك ليه كده؟ علشان اوصل معاك لنقطة مهمة جدا ان اي حاجة في الدنيا اي حاجة في الدنيا اقدر اساميها مطر حتى الهوى حتى الار اقدر اساميه مطر. تمان مرة يبقى لما اقول لك ايه هو مطر هتقول لي بقى يلا بقى كل يبص كده معاك في الكتاب على الجملة دي. كل يبص معاك في الكتاب على الجملة دي اهو. ادي كلمة مطر و ادي التعريف بتاع مطر و نقول مع بعض. انا عايز الناس كلها تفتح المايك وسأسمع صوتكم. الناس كلها تفتح المايك و نقول مع بعض. what is the matter؟ انا هقولها الاول اول مرة والناس كلها تقول ورايا و هاسمع كل واحد بيقول ولا مش بيقول. اهو انا هقولها الاول مرة الاول مطر. مطر it is anything. وكلمة anything يعني اي شيء اي حاجة في الدنيا. has عندها mass عندها volume. يبقى هقولها كمان مرة. it is anything that has a mass and a volume. يلا الناس كلها تقول معايا يلا. what is the matter؟ يلا كل يقول. what is the matter? هتقول بس معايا بس الجملة. it is anything that has a mass and a volume. يلا معا بعض تاني. what is the matter? it is anything that has a mass and a volume. كمان مرة. it is anything that has a mass and a volume. كمان مرة. كمان مرة. it is anything that has a mass and a volume. كمان مرة. كمان مرة. كمان مرة. كمان مرة. كمان مرة. دي أول حاجة عايزين نعرفها طيب بص معايا من فاطلك مهم جدا الحتة اللي هقولها دي في سؤال احنا عمرنا معرفنا قبل كده بس أول مرة في حياتنا هناخده اسمه ايه السؤال ده يصير اسمه give reason give reason وgive reason دي معناها اذكر السبب اهو give reason خلي بالك يا جماعة من فضلكم اسمه ده تنبيه انه هيخلص كمان عشر دقايق كمان عشر دقايق لو خلص ما تروحش بعيد هبعتلك لينك تاني وتخش نكمل الحصة بتاعتنا كمان عشر دقايق اسمه هيخلص بمجرد ما يخلص هبعتلك لينك تاني في ساعتها علشان نكمل حصة بتاعتنا تعال بقى الحتة بتاعة give reason دي يعني ايه give reason يا سيد يعني اعطيني اذكر وكلمة reason بمعنى السبب نعم نعم يا حبيبتي هنكملها في في نفس الما هبعتلك لينك جديد يا مهجل يعني انا هبعتلك لينك جديد دلوقتي زي ما دخلنا في اول مرة هبعتلك لينك جديد تدخلي بيه تاني على الزوم ونبدأ كاننا بنبدأ من اول وجود بس عشان الزوم ده مدته خمسة واربعين دقيقة فهو ده دلوقتي ده اللي تنبيه قال لي هيخلص بعد عشر دقايق بمجرد ما يخلص والناس تخرج ما تمشوش بقى وتسيله بقى خليك قاعد زي ما انتا هبعتلك لينك تاني زي ده هبعته في اول مرة هتخش ونكمل بقية الحصة بتاعتنا نرجع تاني لموضوعنا السؤاجري اسمه سير ايه اسمه جيف ريزون يعني كلمة جيف ريزون اذكر السبب اذكر السبب ده بمعنى لماذا احنا بنقوله كده في الساينس علل لماذا اي حدا في الدنيا جماعة لها سبب لما اقولك انت ليه بتروح المدرسة هتقولي علشان اتعلم هقولك انت ليه مثلا بتاكل تقولي علشان اتغزة ليه بتتنفس علشان اعيش كل حاجة في الدنيا بنعملها لها سبب اصبح كلمة جيف ريزون عندنا في الساينس بمعنى اذكر السبب طب ايه اللي انت عايز تقولي والسير من الحتة دي اقولك يا سيد لو قلتلك اللي انت قلتلي يا سير كل حاجة في الدنيا تعتبر مطر طب هذا البن مطر ولا مش مطر مطر طيب مطر ليه يبقى السؤال بتاعي جيف ريزون جيف ريزون ابن از اا مطر ليه القلم انت بتسميه مطر اجابة اللي هقولها ودي هتتعمل على اي حاجة من نفس التعريف بتاعنا يا جماعة اهو بيكوز بس هحط بس ما كانت انسانجي دي كده هقول بيكوز في الاول بيكوز كلمة بيكوز يا جماعة يعني لانا بيكوز ات هاز اماس انا اوليو جيبقىليه البتين جندي مطر بيكوز ات هاز اماس انا اوليو ليه القيس دا مطر بيكوز ات هاز اماس انا اوليو ليه انت شخصيان مطر Because I have a mass and a volume يبقى كل حاجة في الدنيا لما قلت ليه هي مطر يبقى الإجابة بتاعتي واحدة اللي هي It has a mass and a volume تمام يا جماعة Massa نعم تفضل ميل بيتكلم Massa في الدرس عربي كلمة mass يعني كتلة ماس كتلة احنا قلنا كلمة mass يعني كتلة وvolume يعني حجم mass يعني كتلة mass دي يا جماعة مش mass بص معايا لو سمحتك كده في كلمة mass اللي هي المass اللي انت بتاخده M-A-T-H mass لكن دي mass اسمها M-A-S-S mass دي بمعنى كتلة كتلة زي ما قلنا تقريبا وزن فالحاجة اي حاجة انت بتشيلها في ايديك وحاس انها لها ثقر على اديك لها وزن على اديك يبقى دي اسمها لها mass فال mass تقريبا يشبه الوزن لكن ما هواش mass بتاع السير اللي هو بتاع الماس اللي هو الرياضيات لا mass دي اسمها M-A-S-S بمعنى يا جماعة كتلة طيب يبقى الوقتي احنا وصلنا لحاجة مهمة جدا ان عرفت ايه معنى كلمة مطر وقلنا كلمة مطر يعني كتلة اي حاجة في الدنيا اي حاجة في الدنيا انا بسميها مطر ليه لان عندها حاجتين عندها mass وعندها volume يبقى اي حاجة في الدنيا عندها mass وvolume اسميها مطر تمام دي اول حاجة يسيخدنا طيب عايزين بقى نعرف ايه معنى كلمة mass يبقى دلوقتي يعرفنا اول حاجة يعني ايه كلمة مطر مطر كت مطر يعني مادة اي حاجة في الدنيا مادة الهوى مادة حبيت الربل مادة مطر الديسك مادة مطر الموبايل مادة مطر التلفزيون مادة مطر طب ليه بتقول عليها مطر اقول لك حاضر لان عندها because it has a mass and a volume عندها mass كتلة عندها volume حجم يبقى قدر اسميها مطر anything that has a mass and a volume طيب تحفظ الجمه دي دلوقتي انا هقفل دلوقتي السيشن ده وهبعث لك لينك تاني بسرعة حالا على نفس الجروب الواتس وتخش عشان نكمل الجزء المتباكي معانا يلا هقفل نعم طب يا حبي نركز معانا كده ولما نخلص ان شاء الله تبقى تجيبه تبقى فهم اللي احنا قلناه يلا انا هقفل دلوقتي السيشن ده وهعمل لك لينك حالا بتاع السيشن جديد يلا بي بي